سكرينينج تيست اختبارات الفحص اول حاجة بيقولك ان اختبارات الفحص بتتم بين الناس اللذين يبدون جيدين او اصحاء يعني اللي مش باين عليهم المرض among people who appear well ليه بقى to detect early disease للاكتشاف المبكر للمرض وخاصة الامراض الاسمتوماتيك اللي بتبقى بدون اعراض وللتعرف على المرضى اللي يجب تحولهم لمستويات اعلى من الخدمة يعني اللي لازم تعمل لهم احالة to identify patient who should be referred واختبارات الفحص بتتم بالphysical examination زي blood pressure measurement اياز ضغط الدم وبتتم بالlaboratory testing زي cholesterol level مستوى الكوليسترول وطيب 2 diabetes فحص النوع التاني من السكر والsyroxine in newborn تحليل السيروكسين للاطفال حديث الولادة والsytological screening for cervical cancer الفحص الخلوي لسرطان عنق الرحل يبقى كده ال screening test بتتم بالفحص الجسدي والفحص المعملي physical examination والlaboratory testing بعد كده to determine the quality of screening test لتقييم جودة اختبار الفحص لازم يطلع لك result نتيجة والنتيجة دي لازم يكون لها gold standard معيار زهبي عشان تقارن نتيجة الفحص به وتطلع بال definitive diagnosis اللي هو التشخيص النهائي ولو نتيجة الفحص numerical يعني عبارة عن عدد المعيار الزهبي في الحالة دي هيبقى اسمه normal range معدل طبيعي بعد كده الفوائد من اختبارات الفحص بالترتيب كده اول حاجة early detection of disease and medical referral يعني من مجرد الفحص هتكتشف وجود مرض وهتعمل لحالة الطبية مبكرة بعد ما اكتشفت وجود المرض هيحصل early diagnosis تشخيص مبكر للمرض وبالتالي early treatment هيحصل العلاج المبكر وكل ده اخيرا هيساهم في better outcome يعني هيساهم في نتائج طبية احسن واخر حاجة هنشرحها النهاردة الكاراتيريا of good screening test يعني معايير الفحص الجايد يعني كل ما الفحص كان بيحتوي على اغلب المعايير دي فهو فحص مثالي اول حاجة يكون simple and quick بسيط وسريع can be done by paramedics يعني يستطيع ان يكون به المسعفون ثالت حاجة يكون امن يعني save inexpensive يعني ما يكون شغالي خامسا يكون acceptable to population يعني مقبول من السكان او المجتمع سادسا reliable يعني موصوك واخيرا valid and accurate يعني لازم يكون صحيح وضقيق وكده نكون خلصنا المعايير وخلصنا محاضرة النهاردة بازن الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة